لازم أثبت لهم أنهم غلطانين مش هسمح لحد أنه يضيق أهم اكتشاف في الجرن أنت دكتور عابد؟ أيوة عاوز إيه من العب جري؟ إحنا سمعنا عن موضوع المملكة وعاوزين نساعدك أنتو مين؟ اركب وحنفهمك كل حاجة يعني أنت عاوز تمول الحملة الاستكشافية بتاعتي اللي هتكتشف المملكة الجديمة؟ البرع بيه لما عارف بأبحاثك قرر أنه يساعدك في اكتشاف المملكة وأنه يديك الفلوس اللي أنت عايزها وهو هيستفاد بإيه من كده؟ البرع بيه؟ بيحب يرعى الشباب المجتهد اللي زيك علشان يرفع اسم مصر الفوق طب معلش هو عارف منين أني عاوز أكتشف المملكة؟ البرع بيه لعيون في كل حتة كل مؤسسة بحسية أو هيئة من الهيئات اللي فيها شباب واعد زي حضرتك لنا فيها ناس تبعنا بينقلولنا آخر أخبار الأبحاث والاختراعات ولعلمك لولا البرع بيه كانت أبحاث واختراعات كتير ضاعت طيب؟ يقريد تشكره الله؟ البرع بيه بيقولك العفو هو البرع بيه أخوص؟ أصل مورجان بيحب يوفر لي في كل حاجة حتى في الكلام المهم أنت متأكد من أن أبحاثك هتودينا المملكة المفقودة؟ طبعا من غير شك هو بس فيه كلام فارغ الكاهن اللي كتب المخطوطة كان كتبه جلقه بيقول أن الوحيد اللي ممكن يدخل من الباب لازم يكون طفل صغير غير كده الباب مش هيتفتح لكن أنا متأكد أنا متأكد أن الكلام تقوله كلام فارغ فارغ ده كلام جديد أنا مش هصرف الفلوس دي كلها من غير ما أكون محضر نفسي لكل الاحتمالات أنا هجيب طفل صغير معانا في الحملة ما حدش هيرضى يبعد ابنه في رحلة خطيرة زي يدي ده كلام فارغ فارغ كان بيقوله علشان أن يبعد الناس عنها وأنا أرهنك أن أول ما نوصل لها هخليك أنت تدخلها أول واحد أنا هخلي الناس تترجانا عشان نختار واحد من ولدهم البرع بيها هيتصرف المهم جمع أنت فريق البحث واستعد عشان تروح الصحراء البيضة وإحنا هنجيب الطفل ونحصلك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة